وادع منذ قليل بمطار القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بعد زيارة إلى القاهرة وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل بقصر اتحادية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي حيث أقيمت مرسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بولي العهد ضيفا عزيزا في بلده الثاني مصر طالبا نقل تحياته إلى أخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ومتمنيا له دوام الصحة والعافية كما أكد الرئيس السيسي الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع الملك سلمان وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وكذلك موضوعات التعاون الثنائي كما أشاد الرئيس السيسي بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات مشيرا إلى الحرص المشترك للمضي كدما نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات ومن جانبه نقل الأمير محمد بن سلمان للرئيس السيسي تحيات أخيه العهل السعودي مؤكدا أن زيارته الحالية إلى مصر تأتي تعزيزا لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وطيرة التشاور والتنسيق الدوري حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك كما أكد ولي العهد السعودي على أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجه الأمة العربية من تحديات وأزمات وللوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية مشيدا بدور مصر المحوري والراسخ كراكيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء بحث سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وتجشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوفر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة كما تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره كما توافق الجانبان على أهمية القمة المرتاقبة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة